اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارات الداخلية ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استراد موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك وقد قام السيد وزير التموين بعرض موقف المغزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة خاصة القمحة والأرزة والسكر والزيت واللحم والدواجن مؤكدا على عدم يوجود أي مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المغزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط خمسة شهور مؤكدا أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبزول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلالي الاستراتيجية والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصة القمحة أضاف المتحدث الرسمي أنه تم في هذا الإطار استعراض المغزون الاستراتيجي المتوفري للدولة من مختلف السلع الأساسية حيث أوضح وزير التموين أن المغزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى أربعة شهور أخذا في الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي سيبدأ في شهر أبريل القادم والمستهدف هو الوصول إلى أربعة مليون طن وتم تحديد سعر توريد الأردب بثمانمائة وعشرة جنيهات بزيادة مقدروها مئة جنيه عن العام الماضي وبالتالي تمتلك الدولة احتياطيا يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والساعة التغزينية وتعاقدات التوريد الجديدة وبالنسبة للسكر فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالي أربعة ونصف شهر علما بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي يصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة بنسبة 90% أما عن الزيت فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة خمسة ونصف شهر مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المغزون وبالنسبة للأرز فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه وتمتلك وزارة التموين احتياطيا استراتيجيا يصل لمدة ستة ونصف شهر كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل لمدة سلاسة شهور كما تم استعراض المتوفر من اللحم الطازجة والدواجن حيث تصل نسبة الاحتياطي في كل منهما إلى حوالي ثمانية ونصف شهر وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية خاصة المدرجة منها على بطاقة التموين والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن كما وجه سيادته في ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستعابي والتخزيني لها أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر الرمضان المبارك حيث تم استعراض ما سيتم من افتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان في أرض المعارض في المدة من الرابع والعشرين من مارس وحتى الثاني من أبريل ومن المقرر في إطاره كذلك أن يتم افتتاحه 160 شادرا بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية ومشاركة 2500 فر من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية بالإضافة إلى طرح منتجات أهلا رمضان في 500 فر من مشروع جمعيتي والتبع لوزارة التموين وكذا الدفع بعدد 200 قافلة متحركة تشمل توزيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن وقد وجه السيد الرئيس بضرورة توفير كافة السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين والتنصيق مع كافة المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة اشتركوا في القناة